اهلا بيك وفي الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي ممكن نديو فورم كلونر من خلال استخدام الاسبيلين راب وازاينا استعملتو في البروجيكت دوت علشان اعمل شكل البيب ديت فيالله بينا اول حاجة هنعملها ان احنا هننزل ديسك بعد كده من الاتريبيوتس هنخلي الديسك سيجمانت دي تلاتة طبعا هندوس ان بي عشان نشوف احنا بنعملي بالزبط بعد كده هندوس سي عشان نخليه adaptable هنعلم على الاداية اللي بتخلينا نعلم على faces وبعدين هنجيب selection tool هندوس على 9 هنعلم على polygons ديت وبعدين هنعمل لها delete بعد كده هدوس تي وعلم على الاداية اللي بتخلينا انه يعلم على الاتجات بعد كده هعمل double click هنا كده او على اي واحدة من دول ولما هعمل كده ده هخلي البرنامج يعلم على الادجات اللي في الحتة دي كلها عشان هي كلها connected ببعض بعد كده هندوس اي ونيجي عند السهم ده من هنا كده ندوس control وبعد نسحب لورا ونسيب مره التانية التالتة فكل مره بسيب وبسحب ده بخلينا نعمل الادج دي كده بدل ما بعد ما نعمل ساحبة واحدة كبيرة وبعدين هنقض نقطها على احنا بنعملها كده بعد كده هندوس تي عشان خلي الادج دي كلها تبقى على سوى واحد هنيجي عند السهم الازرق ونسحب لورا وبعد ندوس shift لحد 0% كده كلها بقت على سوى واحد بعد كده هندوس kl علشان نجيب loop cut tool هنيجي عند ابعد واحدة وندوس دوسها واحدة ونخليها في النص لو دوسنا هنا تبقى في النص بالزبط هي دي الادج اللي احنا عايزينها علشان نعمل بيها ال vibe بتاعتنا هندوس بعد كده ul عشان نجيب loop selection tool هنيجي على الادج اللي احنا نزلناها جديد وندوس دوسها بعد كده هندوس shift c وبعدين نكتب edge to هندوس على edge to spline في ال object manager تحت الدسك بتاعنا هنلاقي فيه spline جديد نزل اسمه disk dot spline هو ده اللي هيبقى عليه ال vibe بتاعتنا او اللي احنا نعملها منه بعد كده هننزل cylinder هنعلم عليها نجيب ال attribute manager هنخلي ال radius ده 3 هنخلي height 50 ونخلي height segments 16 واحنا معلمين على cylinder هنا هندوس alt ونفضل dice in وبعدين ندوس على cloner اللي هيلاقي ال icon date ده هيخلي cloner يبقى apparent لل cylinder الطبيعي او اي حد اللي سابت دي هيقول خلينا نخلي دي المود بتاع cloner يبقى object ونحط له ال spline اللي احنا عملناه دوت في ال object tab ومسلا هنخلي ال rotation هنا 90 علشان يبقى كل clones aligned ونرجع تاني لل object ونخلي دي even ونعلي count طبعا كل ده مش بيحل ال issue بتاع التكسيرات اللي احنا شايفين هدية فهيتدى فكرنا نروح ان احنا نحط deformer فهننزل spline deformer او spline wrap طبعا علشان يشتغل محتاجين ان هو spline wrap وcloner يبقوا في نل مع بعض فهنعلم عليهم الاتنين ودوس alt g هنفتح النل اللي تلع اهم حاجة في ال stack ديت ان spline يبقى فوق وبعدين cloner ده هيخلي spline يعرف ان هو هيشتغل على ال cloner دوت طبعا لو علمنا على spline wrap هنلاقيه بيقول انا نعايز spline علشان نعمل عليدي form هنحط له spline اللي احنا طلعناه بكده طبعا اللي بيطلع نتيبة غلط خالص ومش ده اللي احنا عايزينه وكل ده حصل علشان احنا استعملنا المود الغلط في cloner فعشان نصلح اللي احنا عملناه هنرجع للcloner تاني تحت المود بدل object هنخليها linear وهنروح لل transform نريست ديت نخليها 0 طبعا هنلاقي الشكل ده طبعا شكله غلط خالص فهنرجع لل spline wrap ونختار plus y هنلاقي الشكل طبعا بقى احسن بكتير وهو ده الشكل اللي احنا كنا عايزينه في الاول تحت المود بتاع ال spline بقى نلاقيه fit spline بالطبيعي ممكن احنا عايزينها تبقى keep length لو عندنا مثلا اي تكتشر محطوطة على cylinder مثلا واحنا بندي فورم فعايزين شكلها يبقى مزبوط فهنحتاج ان هي تبقى keep length وبعدين هنرجع للcloner تحت ال object tab هنعلي count بدل 3 هنخليها 14 او 15 يعني على حسب دوسنا F2 وبصينا من فوق هنلاقي ان الكرفيتشر مش مضبوط ممكن نبقى احنا عايزينها تبقى شكلها كرفيت بطريقة احسن من كده هنعلم تاني على disk spline تحت type هنلاقي linear فممكن نخلي bspline لو بصينا هنا بنلاقي ان الدنيا الزبطت زي ما احنا عايزين رو حط هنا ديسك ده جوه sub division surface ده عالمنا هي كده ودوسنا alt ودوسنا هنا بنلاقيه فعلا مشين مع بعض والفريمة بينهم مش كبير وده كان الفيديو بتاع النهاردة اتمنى تكونوا استفدتوا